نحن ايام قرطاج الموسيقية المديرة الفنانة المديرة درساف حمداني اهلا وسهلا مرحبا بيك اهلا وسهلا هيدي عيشك تبع في حكاية شيرين ولا ليه؟ تبع بتبع شوال الدرس اللي تقول وشوال العبرة اللي تستخلصها انتي فنانة؟ والله برشا حاجات تتقال الوحد معا تشعر فيش يقول خاطر فريمان اينا انتون كارتست نحط روحي في بلاستها معناها ربي معاها ربي بالحق ربي معاها بالقدي بالقدي وان شاء الله هي تيقف شوية الروحة والصحتها قبل كل شيء خاطر صحة بالدنيا تتفهمها درساف ولا تقول والله اينا ما نتفهمش الاتبالبيز وقت اللي انتي فيجور بيبليك اينا هذيك شخصي هذيك رأيي الشخصي جنون النجوم ممكن ممكن فما عندي شوية طوليرانس والحكاية هذه خاطرين نحب الجنون حتى الجنون عنده عنده حد وقت اللي تبدأ انتي مكش ملك نفسك فقط انت نجم فانت تتشع على العالم يعني وتنجم حتى تعطي درس وتنجم تكون موديل للاستغار والكبار والفنانين اخرين فالفنانين اخرين يجب ان تتعطي الاسورة اللي تعطيها للغيرك وحتى لولادك ومعناها والناس اللي دايرين بيك درساف حمداني مديرة الدورة الثامنة لأيام قرطاج الموسيقية إن شاء الله كلمة مديرة تتنسب مع شخصيه درساف ولا والله انا جسوي ليدر دي جروب معتا بالنسبة لي انا كلمة مديرة هي لازم منها انا توا بخزيدان دو كوميتي اوغانيزاتيونال معناتها مديرة لا رئيس رئيس الهايئة المديرة انا رئيس الهايئة المديرة انا نترأس الهايئة ما كلهم مديرين اش خليت انت رئيسة المديرين انا قلت انت مديرة قتلي لا انا رئيسة المديرين حبيت نتوارد عز عما يهيدي ونخطفتش انت رئيسة المديرين معناتها انا عندي فريق عمل والفريق هذي كله كل واحد تمن انه الفناني نجم ياخذ مناصب ادارية انت والمنصب انا منحبش المنصب اللي يكبلني انا معناتها يحصرني على طول المدى منحبش كلمة منصب ممكن مهمة منحبش مهمة ادارية طويلة ياسر من نجمش خاطر اينا في الاخر بش نرجع ونعمل فن مع تفنين انت سعيت له المنصب ولا لا با دوتو كلمتك سيدة الوزيرة كلمتني سيدة الوزيرة وعطاتني فقتها مشكورة جدا قتلي انا نعرف البخكور متاعك وقترحوك برشة اسامي اخي انا قلت عليش لا عطيت شروط لا مهم الشروط ولكن اقتراحات وقت اللي اول مرة مشيت قابلتها لقيتها دجا هي فكرت في الموضوع انه اقتراح ما يكونش المدير في دورة واحدة صعيب صعيب ما تها يجي مدير دورة يقوم بدورة ويمشي منتنج مش نعمل وانشوت في مهرجين لازمك تعمل مشروع لازمك تقوم باي اختيت عهدت قدش من سنة انا ما نحبش نقول في بلاستها معناها فش خليها هي هي بايش مش تتكلم يبدو انه سيدة الوزيرة هذه ناذرة للرحماني صوما فلا تكلموا الاعلامة معناتها ابدا يمكن اختيار سياسي ما نعرفش هي 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 هذيك اش قالت معناتها بنسبة لنا احنا اكثر وزير الثقافة صامتة في تاريخ تونس معناتها هو في الاقتراح اللي تم وان شاء الله يتم الاقتراح هذا يخاطر فيما برشا حاجات ممكن المتغيرات في تونس وليد كبيرة برشا مش انا ولا غير يحكم فيها قل لي قديش العهد اللي اتفقت عليها ان شاء الله ثلاث سنوات هو هذا المعمول به والمنطق واللي ان شاء الله بيش يتم للمديرين مهرجانات الكل مش انا فقط هو يريد خطر بالحق ومن خلالك خلي نواجه لديه بسيط من خلال التجربة يعني ما فماش مدير مهرجان او وزير ثقافة يخدم على عام سعيب وزير ثقافة يجب يكون على ست سبع سنوات ثمانية سنوات لان الرؤية الثقافية هي رؤية طويلة وزير اكثر واكثر من مدير وفم وزراء متاع ثقافة يبقى وعشرين سنوات وخمسة وعشرين سنوات مهما تتغير الحكومة توا سيطان بخوجي مشروع ثقافي يجب تقدم مشروع كامل كيف كيف بالنسبة مدير مهرجانين توا يجيبوا مدير مهرجان العام لو المسكين يسير فيه كأنهم قاعدين هم يحبوا الفوضى لا والله جارت العادة في تونس انه هكيكة تم الحكاية ما هيش موضوع فوضى لا بالعكس هو فمتوا مديرين المسرح والسينما تعاودوا مدير السينما راو يتعاودوا سنة سونيا الشامخي ازا دا يظهر لي بشتعاود كيف كمانتا فم مديرين معانتا من المفروض انه كل وقتين نحكيه على مهرجانين كما كرت مثلا انا نبشي الموازين بدارة موازين من الفين وسبعة اي صحيح التو هي نفسها مهمة مهمة لازم الادارة تخدم على طول ومتقفش بعض المهرجان وهذا انا كان مقترح دونك شارتك اعطاوك لثة سنوات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طوا ما زلنا يعني في الحديث طوا بشارك بولك بلاكة ثمانين بنسبة لعام هذي مش نسامحوك على الاخطاء اللي بيش تصير بث تجريبي وانتي توفل بث التجريبي لعام لول العام الثاني نحاسبوك ان شاء الله اللي حاسبوني من عملو الخطر لازم الدورة هذية ترجع ترجع الجي ام سي اللي اخترجي الكوفيد راو فرس برشة حاجات وبرشة مفاهيم معنى ته موازين وكل شي طوا الدورة هذية بيش ترجع غيالما للدورات اللي سابقوا معنى كيما بداي الجي ام سيفة اولا شوف انتي جاية قطيعة مع السابق لا بالعكس برؤية جديدة او مواصلة لا مواصلة بالعكس انا اول كلمة قلتها حتى للسيدة الوزيرة ولمؤسسة التظاهرات قلت لهم راهوا انا بالنسبة لي انا لازم نخدم على التواصل بالنسبة لي انا الدورة هذية لازمها تاخذ تثمن جهود الدورات اللي فاتوا من انا جا مش نخدم واحدة انا بالطبيعة انا عمري ما كنت مديرة مهرجين اول مرة ناخدها المهمة هذي لا لا فمش كون يجي يقول اي انا جاي لانسف ونعمل اللي نحب عليه انا مش انا مش انتي ليس الدرساف الحمد ليس الدرساف درساف اللي هي بالاساس موسيقية وفنانة وظنها على قد ما تسمع وتشوفوها تقدم التونسي والتقطوق والمالوف والموسيقى الاوبيرالية على قد ما زدك كيف تسمع برشة المشرق العربي تربيت وكبرت على اصوات عمليقة الاغنية الشرقية على قد ما في الغرب عندها تجارب كبيرة ودارت العالم مجمع من خلال برشة عروض بربرة فيروز مشاريع فنية مشاريع فنية وكي تحكي معها تقول لك تسمع كما هي تحكين على شيرين كما تسمع الراف التونسي الى غير ذلك درساف المهرجين يزمو يشبه لك؟ لا مش بشرط لا ولكن على قل تكون في التوجهات اللي انا نحلم نوصل لهم نوصل بالساحة الفنية في تونس لهم معناتها انا فنانة يعني واكبت وعشت وعشت جسوي sur le terrain ومعندكش فيتو على اللون معين او نمط معين او لا لا الفن حر الفن التونسي توا ان نتحدث عن ميزيك تونيسي وفم بلزير ميزيك وهذا كنا عند سنين ونا نحكي فيه من قبل حتى من نطلع لفرنسا ونعم المشاريع وندور في مسارح كبيرة وكذا وقلت من قبل راه ومن نجموش نجزء الفن التونسي خاطر احنا ديجا تونس جغرافيا جاي في الوسط وجاي متأثرة بحضارات كبيرة برشا اليوم الغنية التونسية هي الملوفة التونسي هي الاغنية التونسية المخضرمة مخضرمة هي زادة البوب والراب هي زادة التجارب المنفردة هي المجموعات الموسيقية زادة كيفية هي الشعبي والتبل والذكرة هي شعبي يعني برشا 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 هي البدوي هي برشا حاجات والمزود هذا موجود بش يكون موجود بنسبة طبعا ما نجمش نحط كل شي في دورة واحدة ولكن المشروع هو انه بناء بين الماضي والحاضر والمستقبل يعني انا بش نحاول طبعا بدون ايجو كما قلت مع مهارد برميل اللي عجبني برشا كباش تكلم مانيش بش ومعنا مش بش نحقق كل شي ولكن بش نحاول انا والهيئة التي هي طواء انه نقدموا الموسيقات هذية الانماط هذو ما الكل وننفتحوا على نوعيات اخرى خارج تونس زادة كيف كيف بيه معنات هاليوم الناس اللي نجموا يجيوكم الناس تعمل بوب ناس تعمل راب ناس تعمل شعبي ناس تعمل راك الكل كل شي بش تتقاطع دور صاف مع مهرجين الاغنية تونسية عليش ليه مسيلش مسيلش هو شوف ايجا نفسر لك حاجة انا حتى حكيت مع نبيه الكراولي وحييت على مجهودها خاطر راهو مهرجين الاغنية توا قاعد يمر بمرحلة انتقالية راهو مهوش سهل مهرجين مش تشويش على بعضكم مزوز مهرجين لا با دوتو احنا توا قاعدين احنا بالعكس احنا الكلنا هوني توا اللي لاجل خدمة الموسيقى التونسية والفنين التونسي والجروب تونيزيان مش لابد من توحيد المهرجانات والتظاهرات بش العينين الكل والمجهود الكل يمشي على معنتها يا نختار ويجي نمسي يا احنا ديجا ساعة ما نشفرد فترة وهذا اللي به الحمدلله بعدنا على بعضنا خطر قبل كنت الكل ها كنت انسي فرد فريد توا 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 ترشوحات توا ما بعضكم اي ترشوحات ما بعضنا ولكن انا اليوم نصب بزوز مطالب معنتها هو نوعا ميراهو الواضح شوية بالنسبة للفنانين نحن نحس لي هو واضح برشة فنانين حكيت انا وياهم يقول لي مهوش يسر يعني مشروعي بش نصبه في الاغنية يعني فما حاجت مش انا حكمت هنا ولكن تاريخ ايام قارتاج الموسيقية هو كان في اطار الكوتبوس معناتها الإكسپورتاشون دولاختست تونيزي ديجا الفنانين اللي هوما في تونس وما همش معروفين نعرفوا بيهم للجمهور التونسي ونعرفوا بيهم زادة البرة بوغفاء نشانجا فيك دورة ثامنة من واحدة وعشرين لثمانية وعشرين في الفين وثلاثة وعشرين بش تصيروين في مدينة الثقافة مدينة الثقافة اسانسيالما بش نقدم المدينة وسط المدينة يعني هو ايام قارتاج الموسيقية بش يكون كالمدينة التي تجمع كل روادها بش يجيونا الناس بش يقعدوا بحذينا ملي يجيو حتى لين يخرجوا ان شاء الله كل الأشكال الموسيقية الإبداعية والمبتاكرة من جميع الأنماط شوفت اللي هنا العبارة مطلقة وإذا وردت العبارة مطلقة نقر اليوم على المنشور الهبط على المؤسسة الوطنية لترمية المهرجانة والتظاهرات الثقافية على فتح باب الترشح تقول لكم أي شخص عنده مشروع موسيقي في كل المجالات راو كل المجالات مطلقة تأخذوا على إطلاقها ها مفاسر لك عليش هل يمكننا أن نتحدث عن موسيقى في تونس؟ لا هل تحسرها بعمر مثلا؟ هناك موسيقى صغار قاعدين يتلون لأينا لأنتي سمعنا بيهم موجود وعزفوا وبعثوا لنا حاجات تقتل يعني أنا بهت قلت شنو هناك موسيقى هناك موسيقى ويخد موسيقى مع المسرح مع الدانس هناك موسيقى هذا الكل ليس الكل ليس الكل ليس ننتقي هو هذي قبول الترشحات احنا احنا فتحنا بيب الترشحات لجميع الأنماط بعد بيش يتم اختيار فما لجنة بتعفرزوا اختيار لجنة فنية لي هي بيش تختار مش بنوعية الموسيقى بيش تختار قيمة العرض قيمة العرض ليه قيمة المشروع ولا مش أنا دي جاي تاويكا سمعت دورساف حلمت قلت يا أنا نحب نعمل العرض متاعي وكل شي خنت صب المطلب متاعي بعد تطلع عدورساف تقول ولاد دي جايات احنا قلنا ما لا 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 ما دوتو كانك دي جاي وتسمع فينا وتحب وعندك بخوجي كامل أكيد وتحب تشارك دونك تنجم تصب وشارك واقبل لدي جاي زي دافة الجيمسي وتنوجي نجمي يصب بالتبيعة كانت راحنا ننحفزوا فيهم بش يصب 8 نوفمبر 8 نوفمبر هو اخر اخر اجل اي فما شوية نقاط حول شروط المشاركة سنة سنة الرجل موجودة عند ممكن ممكن نخمو في مشروع للطفل ولكن مش الطفل فوق المسرح يعني مشروع يكون للطفل إن شاء الله إذا كان جيتنا حاجة هنا عندي مشكلة 18 سنة معناتها ماذا بي يزدل للصغر ماذا بي معناتها لا يسعي بهون هذي خاطر دابور احنا توا انبارل دو فما مشاكل كبيرة والتي تصير وقت اللي تدخل الأطفال في موضوع يعني المينور سيان بو ديليكا وانا بيدي معناتها مع الفكرة هي بصراحة إرفاق وثيقة الملكية الفكرية المشروع هذي حاجة ضرورية مدة العرض لتتجاوز 45 دقيقة طويل العرض 45 دقيقة طويل بالنسبة لك طويل بالنسبة لترشحات وبالنسبة هو احنا معنىش مسابقة راه نحات المسابقة وللأسف نرجع نحكي عليها اما 45 دقيقة يبدو طويل معناتها تصور 15 دقيقة 20 دقيقة نجم ناخذ فكرة لاي كيفيش بالعكس انتي تحكي على دي شوكيز معناتها انتي فهمت كل فكرة متاعك خاطر ممكن دورت العالم وشوفت مهر جنيتها كيكا اللي يطلعوا فنانين يعملوا دي شوكيز ولا مثلا كيمام كوميدي كلوب ولا حاجة هكالي احنا هوني فتحنا الانوية على الكل اذا كيمشي جينا نصيعة بش نقبلوه كيمشينا 20 مينوت بش نقبلوه بش نعملوا دو مثلا دو غروب ولا دوز اغتيست في نفس النهار ولا في نفس المسرح معناها في نفس الفضاء اما انا ما نجمش نظلم الانسان اللي عنده مشروع فيه ديفلوبمون يعني خمسة واربعين دقيقة يظهر لي بيب برشة لا ما هوش برشة بيب نقول لك حاجة نعطيك سوبر بول وما ادرك ما سوبر بول اي دوم خمسة عشر دقيقة والله ما نعرفو شو سوبر بول شنون سوبر بول هي هي نهائي كرة الكرة الامريكية اي ومن بعد يصير عرض فني اي هو الاكثر ابهارا في العالم اي ولكن العرض هذك على هامش التظاهرة في وسط التظاهرة بين الشوطين بين الشوطين اي لكن عندك انتي شوط وعندك في كرة وعندك امور اي 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 اما بشتشوف في الخمسة عشر دقيقة شو نجمو شو نجمو نعملو نعرف شو نجمو احنا المشكلة انو نحبو نطولو العواج يحب يضرب عودو حتى ليني شير معاك معاك اما في في عرض في مهرجين يلزم نعلمو الموسيقيين متاعنا ما فيها باس انو مش التطويل هو المهم الاكيد الامتاع هو المهم هو خمسة واربعين دقيقة رو في نوعية العروض الفنية القيمة البرفوند العميقة في العالم اجمع سي تري كوريكت. وهنا منجمت تنقش معك برشة. منجمت تنقش معك برشة على خطر بالنسبة لينا أهل مكة أدرى بشعابها وأنتي مختصة أكثر مني. ولكن ولكن عطيت أنا. ليه أنا موافقة معاك إذا كان يجيني عارض متاع خمستاشين دقيقة توفا مشكون مثلا إن إن إتاليين تعزف فيولونسيل وتغني فقط أما تعمل عرض صغرون على خطر متجمش تقعد بي خمسة واربعين دقيقة أكيد هذيك بيش تكون مبرمجة معنا منش بي نذكر اسمها خطر من ممكن ما تصير إلينا نيجو سيكون موجودة ويمكن يكون موجود مع هزوز ولا ولا واحد إخر يعني. التسجيل مجاني. أي التسجيل مجاني نحب هنا نوضح نقطة خطر برشة فهموا اللي المشاركة يعني بش يشيركوا بليش. لا التسجيل مجاني ولكن فما إن غيمونيراتيون للإزارتست بالطبيعة. الإزارتست اللي بيش تاخدوهم بش يخدو فلوس. أي أكيد بش يخدو فلوس رمزية بالطبيعة معنا تا مش 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 نعطيو دي كاشي. وتكاليف الإقامة وتنقل كذلك هذيك على حساب المهرجين. به الهدف لماذا نعملو أيام قرتاج الموسيقية؟ أيام قرتاج الموسيقية هو من بر سيتون بلاتفورم كي غيوني لزارتست اوكلي بروفيسيونيل. معناتها أنا اليوم من موقعي هذا كدرسة في الحمدينية خدمت كفنينة وكذلك عندي أغيزو معناتها أنا خدمت مع برشة في الأعلام مع برشة في البروكسيون في البوكينج في الماركتينج في الديجيتال في تونس وخارج تونس. أنا نحب نستقطب الناس للجيامسي ويجيوا يكتشفوا ديزارتست اللي إبنتوالما يمشيوا يشير كل برها في حاجات فيزا فور ميوزيك مثلا في مهرجينت في فرنسا في السود في النور في بروسيل في على لش لي يعني. أنو صبري مصباح ولد التجربة هذي معناتها بعد وقع. كانت أكيد هذي كانت فكرة وأنا شاركت فيها سيفة غير مباشرة خاطر اللجنة اللي عملوها في وقتها كان فيها المنتج متاعي الفرنساوي. جاي شاورني وقوت له. جسوي تخي تخي كنتنت وصبري مصباح. سيتون. سيتام بو تالان راه بش يعطي حاجة بزيانة برج. ووقتها سيفة مش معتها بقراسة مواء. ليه بالعكس. مصبري. سيفة بشي. سيتام لما أو أحد الأسباب. واحد من الأسباب وانتاوى جي وولي رمضي حتى منذ المسابقة. جوف أريد أن استقطب الناس هذوكم اللي دي پروفشونيل المبعد النجم يا بعث. ماتاي الشيكون السبب شميشونيون أيضا. جزيزت للمسابقة مفا مش عليش هدا المرتبة الأولى والمرتبة الثاني والمرتبة الثالثة. فقدر ما اللي عرض في المهرجين شوين نجم يعمل من بعد. باش نقصوا المهرجين. لأسف حنا بعض مهرجاناتنا ما نعرفوش نقيسهم كيفاش ربحين ولا خاصرين. نعطي مثال. وقت اللي نجيو مثلا نحكيو على مهرجان قرتاج نقولهم اي كيفاش دورة ناجحة. ربحين يقولهم ربح ناجح فلوس. اه جمهور ما بالمقارنة مع مني ولا قال شو اي دونك. كيفاش ما المقيس بش نقولولكم صحيت ولا ليه. بالنسبة لكم انتم اشتما المقيس اللي بش نقولو بها انتم انجحتوا ولا ليه. هو عدد العقود المبرمة مع المجموعات المشاركة. اللي ما كانوش المجموعات هتمكة بش النجمية عملوا عقود ولا حفلات البرا طبعا دون مرورهم بالمهرجان. نوعا ما. دونك احنا بالنسبة لنا لنا احنا وقت اللي بش نقابلوك عام الجي دور صاف الحمداني. وماذا بيك. جيب كراستك بالكده 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 بالكده. كنت رانده. ولا بش تقول لنا انا اليوم قدمت لكم مثلا عشرين مجموعة موسيقية. عشرة منهم صحين عقود في اوروبا وقعدين يدوروا. ليه عشرة كبيرة يسر عدد النوم برهدي. نص. ليه مانا جمينا مش عشرين مجموعة لكلهم دي شوكيس ستوين سنة. كنا حكيوا شوكيس معنتها سبكتاكل ما هوش معروف بشي قدم. نجم يكونو خمسة اربعة دجا اذا كان كل دورا نقدمو. هي كان الدورات اقبل مثلا دورة عيماد العليبي اللي انا عجبتني برشا هو يظهر لي الدورتين. ولا حمدي مخلوف خذي دورتين. فما الدورات راه ولتوا فما دي زاختيست معروفين في جورة جيمسي. وهذا كان وين نحب نمشي يعني. دونك قديش في العام عنا بش نقولوا احنا نجحنا. يلزم بقديش. اي يلزم بقديش. شفت أنت كيش تمشي لو زي LA تطلب الفلوس. تقولها قدش. انا لم تكن فلوس. مايش اسمك فلوس. ليه هو ما المهرجين عنده البجي متعه كان دورته و عنده ميزانيون و مهرجون وطن.Nothingتعين يعينا. اياه. اها 말씀 واسم في التحالي. يجب ان تقول تعرف على الشرح فهذه اموال الشعب ونجم اي حد ينجم يعرف اي شفية معلومة لي تعطيهن انت سيدة مديرة تعطينا ميزانيات المهرجين تنقولك في الوحدة في الى تقول لنا تقول لنا اليهني تقول لنا اليهني هذا هو معروف ميزانيات المهرجانية وميزانيات المهرجانية الكلها presque كيف تيف 600 ألف دينار لا لا أكثر ألف تقريبا ميكافيو بالحق بيش نحاولو احنا عنا زادة دي спонсور مستشارين عنا دي partناريان مستشارين وعنا زادة دي partنائر معنا دي partنائر سمش مانيه مثلا لسنستيطة كultureل معنا تالي زانباساد عنا لنيان أوروباين عنا بكو دي وفا ما حتى نسم ما زلت حتى أنا ما فكرتش فيهم ولكن عنا مسؤول عن الاسبونسور وكل شيء أعطاني أسامي ما نحبش نقولهم خاطب شوالي إشهار كما أسامي متاع دي مارك معروفين كما في أيام قرطاج السينمائية فما صناديق معنا تقعدين تتصلوا بها بشي جيوا يدعموا مشاريع فنية من نوع تسجيل استوانات وإلا نحطوا فنانين على سكة معينة خطر في أيام قرطاج السينمائية فما صناديق جي لتكبلت مشاريع السينمائية هو أيام قرطاج السينمائية راهو عنده تاريخ كبير برشا والقاو الوقت بشي يعني الشيء هذي لكله موجود هو شيخ الأيام يعني أيام قرطاج السينمائية وبيه هو تبنية المسرح والموسيقى فتلقى عندهم حاجات هما يصون إونيك راهو يعني حاجات تمشي مع السينمائية أما من أفكارهم نجم أن نستلهمه أكيد أكيد طبعا أكيد فما حاجة مهمة لي هي العصر مواكبة العصر أنا بالنسبة لي اليوم مهم برشا باش تعمل مهرجين مهم برشا باش نصحوا عقود أما يجب أن نفهمه في أنو عصر إحنا نعيشه إحنا نعيشه في عصر الرقمنة أحنا نعيشه مع التاليفونات ما عادش نعيشه لها مع تلافزنا مع الإذاعات الأسف الشديد الأسف الشديد بالحق خطر خطر الإذاعة والتلفزة عنده بضوابط أمان وحتى للصحافة المكتوبة وعندها ضوابط أما اليوم من مكان ولا ينجم يكتب من مكان ولا ينجم يهبط من مكان نجم يغني من مكان نجم ينشر اللي يعمل فيه الهدف الأساسي اليوم أنه نبنيه علاقات مع صناع اللغة الجديدة متى العصر نعم وقت نحكي على ايتونز سبوتيفاي نحكي اليوم على منصات جديدة مهمة يوتيوب الليحظة أنه حتى الفنانين هذوما مطالبين أنهم يربطوا علاقات مع الناس هذوما اليوم تلقاها يوتيوب ما يعرف عليه حتى شيء فإننا نقاب الفنانين في تونس عند النجاحات يعتبروا حاجة هلامية سبوتيفاي يقعد بيت يقولك ما هذا اليوم فما فكرة أنكم تجيبوا ناس من سبوتيفاي من ايتونز من ديزر من يوتيوب يجيوا بيش يشوفوا بيش ينصحوا بيش يصحوا عقود معا بيش يساهموا في الانتاج اليوم فما شركات حتى شركات متع متع استغلال رقمي ولا يعطيوا فلوس للفنانين بيش ينتجوا أغاني سحية ويهبطوهم هما على وسائل بالنسبة للدورة الأولى أنت سبقت جسما اللي حبيت نقوله لك خاطر المشروع هو بناء المشروع اللي نحب نقدمه أنا لل جيم سي الدورة الأولى بيش نجس وننبث على الشاي هذي الكل وبش تصير فما لقائت وحوارات وحتى دي فرماشون ان ديجيتال عنا نيس بيش يجي وفما نيس بيش تتصل معنا زده بار ستريمينج من البرة بيش نحكيو بيش نضبطو أشي ونحاولو نلقاو معنا تشنو ما لي بوسيبلتات بيه مننسيوش زيدة اللي أحنا رجعنا بعد كوفيد بتبيع الدورة اللي فاتت معناها تعملت أما أن نص خيزانسيال ونص ستريمينج ونعاودو نحطو المواضيع على الطاولة مش معناتها ما فاماش تفكير موجود ولكن هل ممكن وإلا لي هذي كاتوا من جرمش نجو مهم جدا ويكيد يكون الأهم معناتها اليوم مهرجين بتاع أغنية من غير كلمة سبوتيفاي ديزر يوتيوب نيقص أنا نقولها نيقص ونعرف شا نقول معناتها من غير الناس هذومة اللي داخليني اليوم حتى في المهرجانات الموسيقية الكل أكيد وفي العالم معناتها منيش بش نجو نفكر وتوا سيح حقيقة ما وفاما زيدا مهرجانات خاصة اي وفاما مهرجانات وطنية يعني تقعد ديما المهرجانات الخاصة عندها أكثر إمكانيات وعندها أكثر كي بش تحكي على أسماء أسامي كبيرة مش بش نوك من دي مارك كي ما كذي ستوديو بش ما نقولوش الاسم متاع الماركة متاع السوداء يعني سيد ضخ كبير متاع أموال ما تمنحكيوش على ألف دينار ويريد الشركات أي ما أنتهم مليون دينار ضعت ويريد شركات الخاصة تكون موجودة إن شاء الله إن شاء الله بش يكونوا موجودين المهرجان والبنوك كذلك خاطر البنوك عندهم زادة دي دي ميشون كولتوري دورة ثامنة أتمنى أن تكون وأرجو أن تكون موافقة من وحدة وعشرين لثمانية وعشرين جانفي دونك خليني نذكر أنه الناس اللي تحب تشارك قالوا لكم أي العروض كل المشاريع الموسيقية مقبولة آخر أجل هو ثمانية نوفمبر ما تقعدوش لأخر لحظة بربي بش تصبوخ حتى الرزمنا نبدأ وعندكم رابط إلكتروني موجود يكفي تدخل على إنو موقع جيمسي بوانتيين فوغ ميلايغ يعم روح جسيه ليسر معنى تمهيش صعيبة راهي ما تصعب على حد ما تصعب على حد أحد درسة في الفنانة من من كل هذا أنا حبيث دا نقول كلمة راهوا الأعلام نحبوكم تجيونا راكم أنتو ما شركائنا في النجاح والجمهور زدها معنى تها لازم يكون معنا معنى تها ما هوش مهرجين كلمة للفنانين نجيوكم ونخلوا عندكم مرحبة صدر نحنا لسنا الضيوف لا بالعكس مزايك ديما مقبولة في أي مكان وديما خفيفة ظل مرحبة بكم إن شاء الله يبقى هذا كلمك عليش عليش نوصاري أحكيلي طوى هنا بش نجبد منك المعلومة خطر بعض برشة مديري مهرجين ساعات يتغشوا وقت اللي ننقدوهم وكهو أنت يعتبروا حاجة شخصية ليه منتغشش يعتبروا حاجة شخصية يقول لكم شركائنا كيفش تنقدونا ما إحنا شركائكم وننقدوكم لا لا عادي جدا واحد ينقدو مبوه مع أنت بش ما ينقدش أنا عندي والله لا عندي روح رياضية في الأمور هذوم ما عندي حتى مشكلة وفم حتى صحفيين نقدوني والتوصحاب أنا وياهم ويعرفوني كان يسمعوني يعرفوني شكرا دورساف يعرفوا روحهم كواب الفنانة اللي فيك ويني موجودة الفنانة توا قاعدة تخدم في الفن بالحق معنات توا إنتاجك انتاجي متواصل ولكن في طور البناء ما زلت عملت نستراتيجي على أساس توا بيش نخدم المهرجين وفم أشياء قاعدة تتخدم en paralel إن شاء الله لبعض المهرجين وعندي زادة un كرسوس أكاديمي قاعد يبدأ جديد في جنوب فرنسا مهم جدا جدا خاطر أول مرة بيش نقري في انستيط انترنشنال دي موسيك دي موند يعني في فرنسا تخلق المعهد هذية ويجيوا يقرؤوا فيه ويأخذوا دي بلوم درساف بربي نربط معه مهذب لخاطر انت ويهت تتقاسب كيف كيف المشاركة عجبني برشا البساج في فيلم قدر نحييه على مواقفه جميلة جدا وهي طبعا هذا ما يجعل من الفنين فنين كما قالك أنا نحب الفن بالكيف ذيك هو مهذب ذيك هو مهذب نواجهوله تحية كان يسمع فينا كان مزال في فيه الطيارة قدر كيف جاءت الفكرة والله الفكرة جاءت من عند المخرجة إيمان بن حسين ومن عند فريق العمل المتاحة قعدت تشوف هي أحنا أصدقاء على الفضاء الأزرق غير ما نقول اسم فيسبوك فيسبوك فتصلوا بي قالتلي راه وقعدت نشوف تصور متاعك ولا الغول اللي أنا حشتي بيه تكون أنت في الأخر جينيفير دوغلاس بنت تكلة شامعون يعني أنا بنت واحدة من المشاركين من المافيا الكبيرة قتل الملامح متاعك ظهرت ياسر تتشبه لها والغزرة متاعك وخاطرين بش نتلع شريرة في آخر الفيلم هي هو سيتون أباريسيون قلت لها مانيش بش نتغني قتلي بش تمثل برك قلت لها والله حاجة أول مرأس الحق معناتا سيتون أول مرأس ومشيت عشت أجواء التسوير وقابلت واجهة الجندوب ماذا برميل موازك ديري تألا شامعون بيانسور سيتون جران دام إنكريب إيمين بن حسين زيد شبش نحكير كمانتا سين بخصن إنكريب برحق بل سينياست ومرأة مزينا برش شراء تمثيل عليش لي ليش سيدة المخرجين لكن تعليكم درساف حمديني كممثلة ومغنية في نفس الوقت خذوها تربحوها 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 في الزوز دوزن على شليق قدار في القاعات التونسية تنجمو تشوفو درساف في الانتظار المهمة ستكون مش سهلة لكن جميلة وممتعة من 21 28 جام في دورة ثامنة لأيام قرطاج الموسيقية الفنانة المتميزة درساف حمديني والسيدة المديرة لعمل كل